تختتم اليوم الجمعة مناسك الحج حيث يواصل الحجاج المتأخرون رمي الجمارات وعقب الانتهاء من رمي الجمارة يتوجه الحجاج إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع قبل مغادرة المدينة المقدسة وغالبا ما يتجه المتعجلون بعد انهاء طواف الوداع أخر مناسك الحج إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف وآداء الصلاة فيه وضيوف الرحمن الذين تجاوز عددهم المليونين هذا العام مناسكهم في ظروف جيدة حيث استحدثت السلطات السعودية طرقا حديثة مكنت حجاج بيت الله الحرام من أداء حجهم بطريقة ميسرة ونشرت المملكة العربية السعودية قوات الأمن والمسعفين كما استخدمت التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك طائرات المراقبة من أجل مراقبة تحركات الحجاج وأمنهم وسلامتهم ترجمة نانسي قنقر